السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في فيديو جديد معاكم احمد اسامة والنهاردة ان شاء الله هنحلل سهم طلب مننا كتير قوي خلال ايام اللي فاتت وانا شخصيا مركز عليه خلال الايام اللي جاية وهو سهم بروش للتأمين. سهم بروش للتأمين بيشهد بعض التزبزق بقاله اربع خمس جلسات بيتزبزق في منطقة بسيطة جدا بين مستاطل خمستاشر فاصلة واحد لمستاطل خمستاشر فاصلة سبعة تقريبا خلال الايام الاخيرة. طيب في البداية سهم بروش للتأمين طلع عليه خبر من الشركة نفسها ان احتمال يتأثر بشدة من اه من الاجراءات اللي تم اتخاذها بخصوص فيروس كورونا واحتمال ان عدد اه اه البروش للتأمينية هي اللي خلال الفترة اللي جاية وبالتالي ده يأثر على الشركة عمتا. حاليا فنيا سهم بروش للتأمين قدر ان هو يمتص الموجة الاخيرة. احنا عندنا القعدة يعني لو رجعنا لاخر خمس سنوات بالنسبة لسهم بروش للتأمين هللا ان دولار القاعدة اللي تكون عام الفين وتمنتاشر عند مستويات آآ بالتحديد مستويات الخمستاشر بالزبط وصل منه لسهم المستويات الستة عشرين دولار او الخمسة وعشرين ريال عفوا خلال الفترة الاخيرة. فبالتالي احنا متصننا الموجة الاخيرة رجعنا تاني نتداول اعلى القعدة خلال الايام اللي فاتت. اكملنا نموذج هارمونيك اي بي اي قول سي دي وابتدأ يرتدي منه اهدافه عند المستويات بي للنموذج عند مستويات الستاشر فاصلة آآ اربعة ومستويات العشرين فاصلة سبعة. فالسهم حتى الان فنيا ما نقدرش نقول ان هو سلبي لا او في مناطق ايجابية تدفعه للصعاد خلال الفترة الجاية. ما 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 دومنا اعلى مستويات الخمستاشر زي ما قلنا هو القاع. حصل فيك بريك قوت للمستوى ده او للقاع ده او لمستوى الدعم ده. وقدر تاني ان السهم يتداول اعلى. فبالتالي ما ما دومنا اعلى مستوى الخمستاشر انا ارشح الصعود بالقوة بقوة الفترة الجاية. اهدفنا عند مستويات الستاشر فاصلة ستة اهل ستاشر فاصلة اربعة. ثم مستوى التمنتاشر فاصلة تلاتة. المفروض ان في هدف نهاية عند مستوى العشرين فاصلة سبعة. بس تشايف انه هيكون صعب الوصول اليه ببساطة او بسرعة. لان احنا عندنا منطقة عرض قوية بين السبعتاشر فاصلة خمسة للتمنتاشر فاصلة تلاتة. فدي نوعا ما هتوقف صعود السامي خلال الفترة اللي جاية. اما السامي فنيا مازال ايجابي زي ما قلنا. عندنا اه اه لمنطقة مهمة. عندنا اكمال نموذج هارمونيك والارتدار. عندنا التداول اعلى. اه دعم جاية جدا. لو رجعنا للفريم او للفاصل الزمني الستين دقيقة. هنلاقي ان احنا حاليا بنتداول في تزبزب شريك جدا. في نموذج اه مسلس صغير جدا زي ما شايفين. او شبه نموذج راية خلال فترة اخيرة. اه حاليا هو بيفشل ان هو يتداول اعلى النموذج. اخر كمه كونهنا القمه دي. فبالتالي هيكون علينا اختراق القمه الموجودة عند مستوى الخمستاشر فاصلة تمانية. عشان نبقى بالتأكيد اختراقنا نموذج الراية واستكمال الصعود ان شاء الله. ممكن الدخول من المستوى الحالية عشان وقف الخسارة هيكون نوعا ما قليل. ممكن نضع وقف الخسارة عند مستويات الاربعتاشر تقليما عند القاع الموجود ده. اهدفنا زي ما قلنا عند الستاشر فاصلة خمسة ثم مستوى السبعتاشر فاصلة خمسة وخمسين خلال الفترة الجاية. اه بالنسبة لقطاع التأمين بقى اللي هو برجل التأمين يعتبر سامي من اسهم قطاع التأمين. قطاع التأمين نفسه مرشح للصعود. اه خلال ايام اللي جاية من الناحية الفنية. فده برضو هيدعم سامي برجل التأمين للصعود خلال الفترة الجاية. اه ده كان تحليل لسامي برجل التأمين لاني في يناس كدير طلبته مني خلال الفترة او خلال ايام الاخيرة. في نفس الوقت احنا كمان ما ننساش ان عندنا مناطق او احجام تداول جيدة جدا ومناطق شرائية متمركزة في المستويات اللي احنا موجودين فيها حاليا. فلو في حد عنده استفسار بخصوصة معايا ان يقدر يكتبه في كومن تحت الفيديو ده. لو حبيه انكم تتابعوا معنا بشكل مستمر هتلاقوا لينك جروب الواتساب موجود تحت الفيديو وتقدروا تشتركوا فيه وتطلب الاسهم اللي حضراركم محتاجينة. تمنى لكم كل التوفيق. كان معكم احمد اسامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.